السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكل سنة وحضراتكم طيبين أنت وكل أهلكم يا رب يا رب تكونوا كلكم بكل خير وسعادة وراحة بال بإذن الله تعالى وعيد سعيد علينا جميعا يا رب بإذن الله حسين الشحات يرفض مقابلة أمير مرتضة منصور واستمرار مرتضة منصور في نادي الزمالك بوظيفة جديدة ومنصب جديد وقال يو ديانج إلى بشكتاش التركي ب2.5 مليون يورو في فقرة أعرف الصح طبعا دي الفقرة اللي أقول لكم فيها الأخبار اللي أنتو سمعتوها دلوقتي دي حقيقية ولا مش حقيقية سواء شفتوها في برنامج شفتوها في جريدة شفتوها في موقع كروي شفتوها في أي حاجة فإحنا بنوفر عليك فقرتنا أعرف الصح اللي أنتو تعودين عليها وبنجيب لك من الآخر الموضوع ده حصل ولا ما حصلش بعد طبعا ما بنتأكد منه حصل ولا لا طبعا نتو عارفين أن فيه يعني لسه خلاف ولكن مش خلاف كبير بين حسين الشحات وبين إدارة النادي الأهلي في موضوع تجديد العقد خلينا نكون واضحين ونتفق أن حسين الشحات مش عايز يمشي من النادي الأهلي وعايز يكمل وعايز يجدد ثلاث مواسم على الأقل كمان وإدارة النادي الأهلي متمسكة جدا بحسين الشحات بعد المستويات الكبيرة جدا والمتميزة جدا اللي بيقدمها مؤخرا في أي حاجة الأهلي بيتمت فيه عليها سواء دوري دوري أبطال أفريقيا كاس أي أن كان في كل البطولات وعلى كل الأصائد وقدنا نقول إن حسين الشحات استعاد مستوى اللي الأهلي كان عايزه لما كان شريمي على الإماراتي حسين الشحات كان جاله فترة كده كان أخفق بعد كده رجع تاني المستوى وعايز أقول إن طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي ليه الفضل لرجوع مستوى حسين الشحات هو مرس الكولر اللي وثق فيه واللي اداله الفرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة وبصراحة حسين الشحات كان محل ثقة ويعني رد المرس الكولر وللأهلي الجميل ولكن طبيعي حسين الشحات بعد تقلقه وبعد الأرقام اللي بيشوف فيها النجوم بتروح بيها للأندية فالراجل طلب زيادة في الراتب بتاعه طبعا حسين الشحات بياخد عشرة مليون جنيه ده الراتب بتاعه سنويا الراجل طلب انه يبقى من الفئة الاولى وياخد خمستاشر مليون جنيه الأهلي رافض انه يدينه خمستاشر مليون جنيه علشان ده هيعمل بلبلة في الفريق وهيخلي فيه نجوم تانيين في نفس اللي سكيل بتاع حسين الشحات يقولك لا احنا كمان عايزين ناخد خمستاشر مليون وعشرين مليون اشمعنا حسين واشمعنا غيره فالاهلي مش عايز يكسر سقف الرواتب اللي هو حطه وعايز يفضل على نفس الوتيرة ولكن بيعود بحاجات تانية بيعود باعلانات بيعود بحملات تدعائية بيعود بمكافئات فوز كبيرة بيعود بحاجة اسمها نسبة مشاركة بيعود ببونس بيعود بحاجات تانية كتير جدا ولكن حسين الشحات عايز يطلب رقم اعلى حق حسين الشحات يطلب رقم اعلى وحق الاهلي انه يرفض او يقبل حسين الشحات عايز خمستاشر الاهلي عايز عشرة انا بقولك الموضوع هيتم وهينتهي بازن الله قريبا جدا واعتقد الاهلي هيرسع على 12 او 13 مليون جنيه لراتب سنوي لحسين الشحات زائد طبعا حملات اعلانية وحملات دعائية وايضا مكافئات فوز ومكافئات مشاركة ومكافئات تهديف فان شاء الله يعني الموضوع هيتم قريب جدا طبعا في ظل ان حسين الشحات لسه مجددش للنادي الاهلي وفي مشاورات بين حسين الشحات وبين وكيل وبين النادي الاهلي وقدرت التعاقدات طبعا هتلاقي اخبار كتيرة جدا طلع على حسين الشحات انا بقولك ما تصدقش اي حاجة منها خالص لا تصدق ان حسين الشحات رايح الزمالك ولا رايح بيرامدز ولا رايح نادي خليجي ولا نادي عربي ولا مضى في السر ولا الكلام ده كله ما حصلش خالص ولا تصدق ان امير قص يعني حتى الخبر ان حتى انت تدي نفسك فرصة انك ممكن تصدق انا بقولك ما تصدقهوش حسين الشحات قاعد في الاهلي ونكمل في الاهلي وهيجدد للاهلي والتفاوض هينتهي رايح فان ان انت تسمع خبر يقولك امير مرتضة منصور تواصل مع حسين الشحات شان يجيبه النادي الزمالك ده فيك ما حصلش انك تسمع خبر يقولك حسين الشحات رفض مقابلة امير مرتضة منصور ده برضه فيك ما حصلش لا دا حصل ولا دا حصل حسين الشحات متمسك بالنادي الاهلي واستمراره في النادي الاهلي ومش فاتح أصلا الباب خالص ولا هو ولا وكيله لأي عروض جاية من برا والراجل أيل أي عروض أو أي نادي عايز يرد علي يكلم النادي الاهلي مباشرة أنه دي حاجة محترمة جدا في حسين الشحات يعني لعيبة كتير بيعملوا الموضوع ده في النادي الاهلي وفي أندية طبعا تانية لكن أن يقول لك أمير مرتضة منصور بيحاول يوصل لحسين الشحات وبيجر ورا عشان يقبله وحسين الشحات رافض أنه يقبل مرتضة منصور أو يكلمه كلام دا كله ما حصلتم لا أمير مرتضة منصور يكلم حسين الشحات ولا أمير مرتضة منصور أصلا عايز حسين الشحات في الزمالك ولا أحسين الشحات هيسيد النادي الاهلي أصلا فده أول نقطة حبيتها أقول هالك لو أريد أي خبر من القصة دي ما تصدقهاش خاص استمرار مرتضة منصور في الزمالك بوظيفة جديدة وده بقى الموضوع اللي محل جدال ومحل يعني كلام من بدري طبعا تعرفين ان وزارة الرياضة النهاردة اصدرت بيان تصدق على قرار المحكمة الادارية بعزل الاستاذ مرتضى منصور من وظيفته كرئيس النادي الزمالك وعقد يعني جمعية عمومية اقرب جمعية عمومية جاية يبقى فيها اعلان بموضوع انتخابات علشان حد الناس رشح نفسها على مقعد رئيس نادي الزمالك اللي خلاص وزارة الشباب والرياضة عطبرته مقعد شاغر وفاضي بالنسبة لها لن تعتد باي قرار او امضى او يعني اي حاجة تخص الاستاذ مرتضى منصور مرة اخرى كامضى او اي حاجة بعد ما تم اصدار البيان اليوم بتاريخ اليوم بعد ما هم وصلوا بحيثيات الحكم ودرسوه وعرضوا الموضوع وقالوا لادارة نادي الزمالك ان هم يعينوا حد منهم قائم باعمال رئيس لمجلس ادارة نادي الزمالك لغاية ما تنعقد الجمعية العمومية القادمة ويبدأوا يتكلموا في موضوع ان مين ويفتحوا باب الانتخابات علشان يشوف مين اللي هرشح نفسه لانتخابات نادي الزمالك فيه كلام كتير عن ناس كتير مرشحين فيه كلام عن عمر الجنيني كلام عن ميدو كلام عن حزم امام كلام عن احمد سليمان كلام عن خارد عبدالعزيز طبعا كامل احترامي لكل الاسامي اللي ذكرتها وكامل طبعا حفظ الالقاب ليهم كلهم طبعا الدكتور خارد عبدالعزيز طبعا ليه كل الاحترام المهندس عمر الجنيني لكل الاحترام كابتن احمد حسان ميدو كابتن حزم امام الاستاذ احمد سليمان كلهم ليهم كل الاحترام طبعا فالله اعلم مين اللي ناوي يترشح انا بقولك انا كراجل زمالكاوي اي حد ما عنديش مشكلة في اي حد يترشح لرئاسة نادي الزمالك اما حاجة يكون بيحب نادي الزمالك من قلبه وجاي عايز يقوم نادي الزمالك تاني لان احنا حرفيا حرفيا مستوانة وحش جدا الفترة دي بعيد كل البعد عن اللي الجماهير عايزاه الموضوع بيروح من سيء لأسوأ يعني ولكن كلام دارج كتير جدا ان مجلس دارة نادي الزمالك الحالي هيعين او هيخلي حد هو قائم بالاعمال وغالبا ممكن يكون الاستاذ سريمان وهدان زي المرة اللي فاتت وهيستعينه بالأستاذ المرطنية منصور كرئيس شرفي لنادي الزمالك كرئيس شرفي لنادي الزمالك او مستشار لادارة نادي الزمالك وطبعا ده هيكون هو اللي هياخد كل القرارات وهتمرر فقط القرارات منه وهيبق يعني انا بقولك ومجلس دارة نادي الزمالك الموجود حاليا مع كامل الاحترام ليهم هم اللي هيمضوا على القرارات بعد ما يستشير الأستاذ المرطنية منصور الكلام ده دارج بقوة انه هيكون رئيس شرفي او يعني يكون مستشار لادارة نادي الزمالك الموجودة حاليا ده ما اعتقدش انه هو فيه خطأ بالنسبة الحكم اللي صدر بعزله اعتقد ده حاجة وده حاجة وده كلام قوي جدا اليومين دول طبعا الكلام ده لو حصل اليومين دول وجيه حد منتخب جديد لرئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك والواحد وسط المجموعة اللي موجودة اعتقد انه مش هيبقاله كلمة الا لو هو يعني جاي عارف اللي هو ايه شخصته قوية جدا وجاي بقى اللي هو ايه لا ما فيش الكلام ده باشا انا مش عايز مرضونا منصور رئيس شرفي ولا عايز مستشارين لمجلس زارة نادي الزمالك انا جاي في حالي فهنشوف اللي هيحصل للفترة الجاي اليو ديونج جيلا بشكتاش باثنين ونصف مليون يورو بشكتاش يجدد اهتمامه بأليو ديونج لاعب خط الوسط للنادي الاهلي طبعا اللاعب المتميز جدا نادي الاهلي عايز موليكا وفيه كلام كتير جدا ان نادي بشكتاش هيستغنى عن موليكا في نهاية الموسم ولكن يعني وكيل اعمال موليكا صرح وقال ان موليكا لا يفكر او يعني الدور المصري ليس احد افكاره في الفترة القادمة وعايز يستمر في اوروبا مش عايز يرجع للوطن العربي او لافريقيا عايز يكمل برا وشاف ان هو ممكن ينجح في نادي تاني غير بشكتاش فما اعتقدش ان موليكا ممكن نشوفه في النادي الاهلي الموسم ده ولكن اعتقد ان فعلا اليو ديونج بعد ما بشكتاش يعني رفع عرض سعره مع النادي الاهلي اعتقد كان العرض اللي فكه مليون يورو وصل لتنين ونص مليون يورو اعتقد الاهلي بدأ يفكر في بيع اليو ديونج اليو ديونج هتجيب له رقم كبير وبذات كمان ان النادي الاهلي دلوقتي عنده خط وسط كتير جدا ما شاء الله وكلهم متميزين عمر السلية حمد فتحي مروان عطية قندوسي افشة كوكا كمان موجود واكرم توفيق ممكن يلعب خط وسط كمان محمود متولي لعب خط وسط يعني ما شاء الله مش هيحتر او مش هيبعنده مشكلة في خط وسط تماما 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 وبفلوس اليو ديونج ممكن يجيب بيها مهاجم سوبر ليعتمد عليه كولر في الفترة القادمة بغض النظر عن تقلق كهرباء وتقلق محمد شريف في بعض المباريات كولر مازال مصر على وجود مهاجم سوبر يبقى موجود في النادي الاهلي بإذن الله بياتا من المسم القادم فموضوع اليو ديونج جماعة مش اكتاش افتكر كلامي خلاص بنهاية المسم اليو ديونج مش هيكون موجود في النادي الاهلي مرة اخرى نادي الاهلي هيستغل ان اليو ديونج خلاص ما بقاش حابب ان هو يقعد في النادي الاهلي بقى عايز يجرر تجربة الاحتراف هو بيحب الاهلي بس ما بقاش حابب ان هو يفضل موجود في احد الدورات العربية لانه هو عايز يحترف اوروبيا وشايف ان هو هينجح برا اوروبيا حقه ما فيش اي مشكلة طالما من خلال النادي وهيمشي بالطريقة المحترمة دي فاليو دونج في نهاية الموسم هيروح بشكتاش اعتقد من 2 ل 3 مليون يورو الراتب بتاعه والاهلي يعتبد على خط الوسط اللعبة اللي موجودة معاه حاليا